السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي بناتي وإخواني أخواتي الأعزاء كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا دائماً بخير وعلى خير إن شاء الله إذن أخواتي أنا قبل الشروع أو بدء في هذا الدرس الجديد فكنتفضل وكنشكر جميع الأخوات والإخوان وحتى الأبناء ديالي والبنات ديالي اللي كيتصلوا بياه وكيلحوا على هذه الدروس فنظراً للمرض فالحمد لله والشكر لله أنا عدت من جديد وإن شاء الله معكم دائماً وإلى الأبد بإذن الله تعالى فدرسنا اليوم لكي لا أطيل كثيراً فدرسنا اليوم أحبائي الأعزاء فهو الدرس التاسع عشر كنت أقول بهذه كما كيقولوا الأخوات بعض الأخوات يعني كيلحوا علينا نتكلم بالدريجة فكما كنا كنا كنقوله فإن شاء الله كنا كنقول إن شاء الله يا ربي نكملوا الدروس ديالنا الحروف يعني اللي هما الدروس متتالية فبعض الأخوات كيتلبوه مثلاً أنا كنقول لكم باش كل شي يعرفني وكل شي يعذرني بعض الإخوان والأخوات كيتلبوه تقريباً مثلاً في الأسبوع عندنا حرف إحنا كنعملوا حرف في الأسبوع لكن هما كنتلبوه مثلاً جزء الحروف ولكن كين واحد الفئة قليلة ليلا التحقب بيا فكيتلبوه كذلك أنهم تأخر لهم أو تطول عليهم في الدرس وتشرح لهم باش يفهموا أكتر والحمد لله كين المستفيدات والمستفيدين كثيرون بإذن الله تعالى إذن بسم الله على بركة الله فدرسنا اليوم هو كما كنشوفوه دائماً وكالمعتاد هو حرف العين حرف العين مع الحركات دائماً الحصة الأولى هذه الحصة الأولى من الدرس الجديد اللي هو كنقولوه حرف العين فعلى بركة الله حرف العين مع الحركات هنا كما تلاحظون في هات السطر أو كما كتشوفوه كما قالو الأخوات والإخوان يعني نظروا شوية بالدريجة لأن هات الدروس هي محو الأمية هنا عندنا حرف العين العين يكتب أو تكتب مدم أنه حرف نقول مذكر يكتب على هات الشكل كنكسبوه حرف العين هذا في أول الكلمة حرف العين في أول الكلمة لاحظوا جيداً هنا تغير الكتابة ديلة لكن هذا حتى هو حرف العين حرف العين في وسط الكلمة يكتب على هذا الشكل وهنا حرف العين في آخر الكلمة فيكتب على هذا الشكل لأنه في الآخر به كنشدو الكلمة كما كنقولوه إذن سأعيد حرف العين في أول كلمة حرف العين في وسط الكلمة ثم حرف العين في آخر الكلمة على بركة الله عندنا كالمعتاد أو بحل دايما حرف العين مع حركة الفتحة إذن أقرأها حرف العين مع حركة الفتحة تقرأها كلمة اللي جبت لكم ودائما أقولها وأكررها مرارا وتكرارا أنا كنجيبوا حل الكلمة من عندي لكنتم ما قدري بجيبوا كلمات يعني اكتار بزاف وتحاولوا تكتبوهم لأن دائما الكتابة هي كل شيء فالكتابة دائما أركز على الكتابة ثم الكتابة وأعانكم الله إن شاء الله بإذن الله تعالى إذن عندنا كلمة اللي جبت ثم كما كتشوفوا حرف العين في أول كلمة هاد الحروف كلهم قررناهم إذن نحاول نشكل الكلمة ديالي أو نقرها بشكل صحيح قلنا حرف العين مع حركة الفتحة تقرأ كلمة علم السطر الثاني هو حرف العين مع حركة الدم حرف العين مع حركة الدم تقرأ عو أنا كنعود بالنسبة خاصة لعد المبتدئين مبتدئات اللي لتحقوا معي أو لتحقوا مثلا معي في الدروس فالدمة دائما كنحاولوا كنجمعوا الشفاه ديالنا أو كنطولوها واحد في سيبتة كنطولو الشفاه ديالنا إذن سمعوا النطق حرف العين مع حركة الدم عو 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 فكنطول الشفاه ديالي كلمة عو عو عش بن إذن احتحنا هذه الحرف سأقرأ بطريقة جيدة أو صحيحة عش بن كلمة عش بن حرف العين مع حركة الدم تقرأ عو كلمة عش بن ثم سطر الثالث حرف العين مع حركة الكسر ما حركة الكسر تقرأ عي 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 كلمة عي ن بن عي ن بن بشكل صحيح أو بطريقة صحيحة عي ن بن عي ن بن عي ن بن حرف العين مع حركة الكسر تقرأ عي عي ن بن كلمة عي ن بن ثم سطر رابع وصلنا للتنوين تنوين ضم أو تنوين جج ضمات تنوين جج ضمات هما هدو نقرأها عن عن حرف العين مع تنوين ضم عن عن كلمة ما تا عن ما تا عن ما تا عن إذن إذن السطر الخامس اللي هو تنوين كذلك حرف العين مع تنوين جوج كسرات تنوين جوج كسرات نقرأ نقرأها عين 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 إذن كلمة ز ز ر عين زر عين زر عين هنا سأعيد حرف العين مع تنوين الكسر أو تنوين جوج كسرات تقرأ عين 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 زر عين زر عين لاحظوا كلمة هنا الحرف عفوا في أول كلمة لكن هنا في آخر الكلمة يعني جاء بحده مفروق أو معزول أو غير مثلا ملاقي مع الحرف لأن حرف الر كما كتشفوا هنا فكسبناه بحده جاء على هات الشكل هذا سأعيد حرف العين مع تنوين الكسر يقرأ عين عين زر عين زر عين ثم قلنا في الأخير في السطر السادس أو في الأخير حرف العين مع تنوين الفتح أو تنوين جوج فتحات كذلك الألف من المدود هذا مش الدرس لنا اليوم إذن حرف العين مع تنوين الفتح يقرأ عن 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 كلمة مو ما كتشفو مو را ب عن مو رب عن مو رب عن سأعيد حرف العين مع تنوين جوج فتحات يقرأ عن 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 كلمة مو رب عن مو رب عن إذن الآن سأعيد الحرف مع الكلمة تبعوا معي أ ع عالم ع عش عش عين عناب عن متاع عن زرع عن مو رب عن إذن أنا قلسة الكلمات كنجيبوه أنا فقط لكن أنتم قادرين بشعطيو بزاف الكلمات مثلا الحرف في الأول ثم الحرف الوسط ثم الحرف في الآخر الكلمة أما أما الآن سأعيد الحرف فقط قراءة الحرف مع الحركة دياله يعني كنشكل الحرف بالحركة وكنقرأ سأعيد معي بسم الله سأعيد المرأة الأخيرة ع ع ع عن 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 إذن وفقكم الله لما يحبه ويرضاه إلى هنا انتهى درسنا اليوم وإلى اللقاء في الدرس المقبل بإذن الله تعالى